السلام عليكم إذا كنت من المشتركين الجدد لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو وشكرا لدعمكم لنا بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي وأعزائي أهالي أطفال التوحد عدنا إليكم بفيديو جديد كما وعدناكم نتكلم فيه عن دور الأهل المهم في إنقاذ الطفل من عالم التوحد نبدأ على بركة الله بعد أن يرزق الله سبحانه وتعالى الأسرة ولد أو بنت تعم الفرحة والسرور ذلك المنزل وترى الأب والأم وحتى الأقارب في فرحة كبيرة لا توصف وينتظرون اليوم الذي يبدأ فيه هذا الطفل أو البنت بالمناغات والابتسامة ويوما بعد يوم يكبر الولد أو البنت وفي سن معينة ما بين السنة أو الثلاث سنوات تبدأ لديه ظهور بعض الصفات التي تفقده المهارات التي كان يكتسبها في السابق مثل الكلام والتواصل وتحول هذه الصفات كما ذكرنا في المقطع السابق في عملية التواصل بينه وبين الآخرين وحتى أهله فيبدأ الأهل بالتخبط الكبير لأنه حقيقة يمرون بشيء جديد كليا وغير مألوف لديهم يعني الولد كان بقول كلمة بابا أو ماما وبعدين بطل يقول كذلك يفقد التواصل البصري ولا يستطيع التواصل معهم ويدخل في عالم آخر فتصوروا أنني بصفتي والد لطفل مصاب بالتوحد عندما ظهرت الأعراض على ولدي قلت لنفسي ولمن حولي أن الطفل أصابه فقدان للذاكرة طبعا قبل معرفتي باضطراب التوحد ولا أريد أن أطيل عليكم لكي ندخل في صلب الموضوع مباشرة وهو الدور الكبير للأهل وللأسرة في تحسن وشفاء أطفالهم أعزائي أهالي أطفال التوحد عند تشخيص الطفل وخاصة التشخيص المبكر عليكم أن تتقبلوا هذا الأمر بصدر رحب وأن تبقوا متفائلين وأن تحمد الله على هذه النعمة الكبيرة التي يراها البعض نقمة وليست نعمة والله على ما أقول شهيد إن هذه الحياة ليس لها معنى أي معنى بدون ابن عبد الجبار لأنه حقيقة هو من علمنا معنى الحياة ومعنى أن أكون أب وأب صالح وحقيقة لا أتخيل ولا أستطيع أن أتخيل هذه الحياة دون وجوده الآن نأتي إلى دور الأهل من أب وأم وأخوة وحتى الأقارب حيث يتركز دورهم في نقاط مهمي جدا طبعا حسب كل طفل وصفاته أو سماته نذكر من هذه النقاط واحد الحب الحقيقي واحتضان الطفل بحنان كأنه طفل رضية وأؤكد على كلمة الحقيقي لأن أغلب الأطفال المصابين بالتوحد يستطيعون التمييز بين الحب الحقيقي والحب المزيف بحياتك لا تأمل حالك أنك بتحبه يجب أن ينبع هذا الحب من صميم قلبك النقطة الثانية يعني اثنين إبعاد الطفل عن الشاشات والموبايلات الزكية بشكل قطع في بداية الأمر لأنني كما قلت لكم هناك فيديو قادم بإذن الله كيف نستطيع أن نحول الشاشات من عدو إلى صديق ثلاثة وهي نقطة مهمة جدا إخراج الطفل إلى العالم الخارجي بشكل مستمر ودون انقطاع إن كان الطفل صغيرا أكثر من زيارات الأقارب ودمجه مع أطفالهم مثلا أنا كنت أجمع أطفال الحارة لدينا وأجعلهم يلعبون مع ولدي ويشاركونه الألعاب حتى لو رفض لا تيأسوا فيوم بعد يوم سيقبل الأمر ويصبح هو من يطلب ذلك وإن كان عمره فوق الثالثة أكثروا من إخراجه إلى الحدائق والأماكن العامة والمولات وشاركوه جميع ما تشاهدونه حتى لو أبدى معارضة ورفض ذلك أنتم استمروا بتعليمه كل شيء ترونه لأنه يقوم بتخزين كل ما يراه في ذاكرته دون أن نشعر نحن فمثلا كنت أخذ عبدالجبار معي إلى المولات وأحمله وأقوم بذكر له جميع أسماء ما في المولات من خضار ومعلبات وفواقع وغيرها طبعا أمسك بإسمائه وأشير له على الشيء وأقول له اسمه مثلا نذهب إلى الخضار إلى الخيار أقول له هذا خيار طبعا وأذهب به إلى الزيت وأقول له هذا زيت وأذهب به إلى الأرز وأقول له هذا أرز وهكذا أرجوكم أن لا تملوا وأن لا تيأسوا وإن شعرتم بالتعب يوما تذكروا نهاية الطريق فأنتم أيها الأهل بوابة الأمل الوحيدة لهذا الطفل للخروج من دوامة التوحد النقطة الرابعة ومهمي جدا جدا هي عدم ترك الطفل لوحده في المنزل ودائما تبادل الأدوار بينكم فمثلا الأم بعض الوقت والأب بعض الوقت وإن كان لديه أخوة يجب استغلالهم جيدا في ذلك ويجب علينا دائما ملء وقت الطفل بالأشياء المفيدة وحتى لو اضطررنا لترك الطفل لوحده بعض الوقت في المنزل نضع له أشياء مفيدة يلعب بها وأن لا نتركه أمام الشاشات كما يفعل البعض يعني نشغلنا وكان لنا أمر اضطراره واضطرنا أن نترك الولد لحاله بعض الوقت في المنزل دون أن يلعبه أحد يجب علينا أن لا نتركه أمام الشاشات أو نعطيه موبايل ونقوله تفرج ونحطله على اليوتيوب يعني يجب أن نعطيه شيء مفيد مثل المكعبات الملونة ألعاب يعني يطور مهارته فيها ألعاب يقوي زاكرته فيها يستطيع طفل توحد زكي جدا يستطيع اختيار الشيء المناسب لهم لأنه هناك حقيقة أمهات تضع أطفالها أمام الشاشات قصادا لكي يتخلصوا منه يقول لك أخيز عجن كتير مانع بغدرنام مانع بغدر ما بارد شو وتركه ساعتين وثلاثة وأربعة قدام التلفاز أختي أنت تقضي على الطفل تماما بهذه الأفعال هداكي وهدام الله النقطة الخامسة أيضا نقطة مهمة جدا وهي أختيار أفضل المراكز خبرة لتأهيل الطفل ووضعه فيها وسنتحدث عن دور المراكز المهم في الفيديو القادم إن شاء الله أعزائي وأحبتي هذه أهم النقاط التي يجب أن يتبعها الأهل مع أطفالهم وفي حال بدأ الطفل بالتحسن والتقدم علينا الاستمرار والمتابعة وإدخال أشياء جديد في تعليم وتطوير مهارات الطفل طبعا كل طفل حسب حاجته وتحسنه أحبتي لا تنسونا من الاشتراك بطناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ومشاركتهم ليصل إلى الجميع وتعم الفائد وأخيرا لا تنسونا من صالح دعائكم ودمتم بأمان الله